بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلاً وسهلاً بحضراتكم نتحدث اليوم عن آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى فيها أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى وهذه الآيات الكريمات لها قصة نزول حيث ورد عن عدو الله أبي جهل أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السجود في حجر الكعبة وتوعده لو فعل ذلك بأنه سوف يؤذيه أو يعاقبه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات ليعلمنا بها أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده وختمها سبحانه بقوله ألم يعلم بأن الله يرى وهذه الآية تؤصل لمبدأ من مبادئ الدين وهو معرفة الله بكل شيء وتنشئ في قلب العبد مراقبة الله سبحانه والله سبحانه وتعالى تحدث عن هذا المعنى في آيات كثيرة قال سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال سبحانه وهو معكم أينما كنتم وقال جل في علاه ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون إنه عليم بذات الصدور هذه الآيات تؤصل في نفس العبد لمبدأ رؤية الله سبحانه وأن الله مطلع عليه فينبغي للعبد أن يراقب ربه وحين سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن مقام الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فكأنه يراك إذا عجزت عن أن ترى الله في كل شيء فلا أقل من أن تلحظ في نفسك أن الله يراك في كل شيء وهذا يؤصل لعدة مفاهيم في الدين أولها أن من كان محسنا حتى ولو لم يجاز في هذه الدنيا فليعلم أن الله يعلم بإحسانه وأن الله مجازيه عن إحسانه فليطمئن قلبه وليعلم أن الله لا يضيع عمله وأن الله سيغضق له العطاء يوم القيامة ربما كثير من الناس لا يجد عطاء في الدنيا يناسب اجتهاده أو يناسب إخلاصه أو يناسب ما يقوم به من مهام شاقة ربما كان لا يأخذ راتبا كبيرا أو لا يأخذ مكانة كبيرة ويرى أنه يعمل كثيرا وأنه ربما بزل روحه ونفسه في العمل فالله سبحانه وتعالى يتلطف به ويطبطب عليه ويخبره بأنه يعلم به وأنه مجازيه عن عمله وأنه لو لم يأخذ حقه في هذه الدنيا فسيأخذه عند الله فليطمئن قلبا لأن الله يراه وأن الله سيجازيه بالإحسان إحسانا وتنشئ الآية الكريمة كذلك في نفس المسلم مقام المراقبة وهو مقام كبير عند الله سبحانه وتعالى ومقام المراقبة يعني أن يراقب العبد الله في كل شيء فلا يفعل شيء حتى يقول لو أن الله رآني في هذه الحال هل سيرضى عني لو أن الله رآني في هذا الحال هل سيكون غاضب علي وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن الثلاثة الذين حبسوا في كهف وأرادوا أن يخرجوا من هذا الكهف فذكر أحدهم أنه كان بينه وبين فعل الفاحشة لحظة وما أن راقب الله واستحضر عظبة الله إلا وانصرف عن هذا الفعل طاعة لله لأنه لم يتحمل أن يراه الله سبحانه وتعالى في حال دنية وفي حال ردية فكان ذلك سببا في أن فتحت فجوت هذا الكهف واتسعت واستطاعوا أن يخرجوا منها مقام مراقبة الله سبحانه وتعالى مقام علي وما أعظم أن ننشأ عليه وأن ننشأ أولادنا عليه فلنحفظهم إن الله يرانا إن الله يسمعنا إن الله لا يخفى عليه شيء من أمرنا فلنراقبه جل في علاه ولا نكون في مكان يسخط عنه ولا نكون في مكان لا يرضيه لأننا بذلك نتقرب إليه ولأنه بذلك يقبلنا مراقبة الله ألم يعلم بأن الله يرى تريح القلب الحزين وتنشئ الإيمان في قلب المؤمن المقبل على الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دوام المراقبة والإقبال عليه وحبه والإنابة إليه إنه سبحانه وتعالى كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته